السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مروى من مطبق مروى النهاردة نعمل الترطاية دي الترطاية شوكولاتة في شوكولاتة ترطاية سهلة وبسيطة وجميلة حتى لو انت مبتدئة تقدري تعمليها من غير اي ادوات كمان سهلة جدا وبسيطة جدا كل شغلها في التزيين اللي فوقه بس لكن ممكن تعمليها حتى لو انت معندك اش ادوات تشتغلي بها طريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا 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 تعالوا بقى نشوف الترطاية الحلوة دي ترطاية عشرين في تلاتين تعالوا نشوف عملناها ازاي طريقتها ايه وايه المآدير بس قبل ما نقش الفيديو بقى ما تنسانش في اللايك والشير يلا بنا نقش الفيديو ونشوف المآدير اول حاجة طبعا هنعمل الليسبونش دول اربع بدوت تمام انا بعيدلكم طريقة الليسبونش تاني وتاني علشان اللي ما اخدش بيله من فيديو قبل كده ياخد بيله من الطريقة اول حاجة حطينا اربع بدوت وفانيليا واحط معلقة خل واحط عليهم معلقة محسن جيل مليانة من بتاعة الاكل انا بستحمل محسن بونو المتحدة او زي ما احنا شايفين كده معلقة هرامية محسن جيل كده بقى حطينا المكونات يعتبر استعيلة تعالوا بقى نحط المكونات الجفة اللي هي السكر والدي والحاجات دي وتعالوا نشوف انا هاوزنها لكم المراجي بالميزين عشان اللي ما عرفش باللي انا بقوله كده بقى اللي ما عرفش حاجة واللي شاف بالكوبية برضه ومش عارف يبقى عملتها لكم كل الطرق بصوا انا صفرت الميزين حطي الطبق طبعا وصفرت الميزين هاوزن 200 جرام سكر تمام انا ايه بنزل حب حب عشان يجو المتين جرام عشان ما عودش يشيل منهم بصوا جم متين وواحد متين واتنين مش هتفرق يعني هو مش مش قرآن ده ومعملناش المتين جرام مع يبوز الوصفة لأ جرام ولا اتنين مش هتفرق في الوصفة على فكرة وهنا بقى هاوزن 250 جرام دقيقي بحطينا 200 جرام سكر وهانيوزن 250 جرام دقيقي تمام اهو انا قلت ايه بقى علشان الناس اللي يعني اللي خلاص يعني كل حد بيسألني كم بلمزين اهو طلع متين واحد وخمسين هحطهم برضو مش هتقول حيجة يعني طبعا منخل الدقيق كويس جدا اهو نخل الدقيق بيخلي الكيك هش ودخله هوا كده حلو جدا يعني اه وكمان هنحط ايه بقى هنحط بيكينج باودر البيكينج باودر هنا 10 جرام هوريلكم المعلقة من معلقة بتاعة الاكل من بتاعة الشاي معلش معلقة من بتاعة الشاي هتطلع 10 جرام بيكينج باودر انا بقدر لكم بالمعلقة لاني مش كل الناس عن دام زين واحد بتعمل اللي بيتها ولي عيالها ممكن ما يكونش عن دام زين دايما اللي عندهم زين او بيهتم بالجراموت الناس اللي هي بتبقى شغله الشغلة ده اسيسا مش كل ست بتاعة عندهم زين ده نشا حطيت معلقتين مش هرميين بس مليانين نشا اهم 24 جرام هم المفروض 25 جرام نقص جرام مش هيقول لي لا عادي يعني تمام عن نوزن بقى البيكينج باودر انا عايزة ورلكم ان الجرام والتنين جرام في الوصفة مش هيفرقوا مش هم اللي هيدمروا الوصفة يعني يعني هو مش ممكن نغير في الوصفة ونشل حاجة ونحط حاجة بسوا 10 جرام بيكينج باودر معلقة من بتاعة الشي ملينا اهو كل المقاديرة عملتها لكم اه بالجراموت علشان ما باش فيها ايه يعني ما يعني عايزة اقول لكم ان هي بالكوبية زي البلجرام يعني انا معايرتها بالكوبية هي 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 نفس معايرتها بالجرام بس انا بعمل لكم بالكوبية حتى عملت كوبية العصير اللي هي عندنا كلنا في البيت علشان يعني تبقى سهلة عليكم كلكو تبقى عندنا كلنا بسوا بقى ادي كوبية العصير اهي كوبية العادية خالص صفرت الميزان وهحط المية المية ساقعة متلجة اهي مية ساقعة متلجة مية وخمسة جرام هو المفروض المية مية جرام مية وخمسة جرام هتقول لا الوصفة هتبوز لا مش هتقول لا الوصفة هتبوز ولا اي حيجة وهتشوفوا الكيك طالع معين عظمة انا كنت اقدر اشيل الخمسة جرام وكنت اقدر اشيل الجرام وكنت اقدر اكمل النشاك جرام بس انا عايز اورلكم ان مش هي دي اللي هتبوز الدني حطيت طبعا كل المأجير كده بقى في العجان الاول ايه بخلطهم على السرعة الاولية كده عشان ما تعملش دي ما يترش يعني وبعد كده بعل السرعة الاعلى سرعة في المضرب وهبتجي اضرب الكيك كويس جدا مع بعض اهو زي ما انتو شايفين يبقى بالكوبية عندكم وبالجرام عندكم وانا ايلها لكم بالبقء كده من غير موزن قدامكم من غير ما حطوا كوبايات ولا اي حاجة برضو عندكم اه شوفوا بقى الطريقة الاسهل لكم والانسب لكم وعملوا طريقة فصل المكونات السايلة عن الجفة برضو الطريقة ديات عندكم وعمل بها كتير طريقة اللي زبونش الجاهز برضو عندكم وعمل بها كتير على القناة اي طريقة تعجبكم اشتغلوا بيها بعد اما الخليطي اضرب كده كم ضربة نزلت بقى فصلت العجان ونزلت الجوانب علشان ايه بيبقى فيه كده دي لزق الجوانب ومن تحت مباشر الضرب فضربته تاني وبعد كده فصلت العجان وحطيت معلقة كاكه ورامية مليانة وبعد كده ايه نزلت يعني الخليط في الصاق بعد ربطه طبعا لما اختلطه نزلت الخليط كده في الصاق 30 ف40 زي ما احنا عارفين كلنا ان الصاق بتاعي 42 في 28 هو وهو نفس التلاتين فاربعين يا بنات ان هي هي نفس المقدر ده هو اللي في التلاتين فاربعين هناك كيك بعد اما طلع طبعا قلبته على وراء زبدة وصيبته بقى ايه لما يبرد خالص وبعد كده ايه قسمته هقسمه 20 سنتي الطول زي ما هو اللي هو 28 سنتي والعرض 20 سنتي بصوا الكيك بيطلع لما بيتقلب هو صخرين بيطلع بالوش بتاعه بص بقى الفقاعة دي هي دي اللي بقول لكم عليها اللي قلتلكم عليها في الفيديو اللي فات هي ديات لو ما هبتيش الكيك البيتي اللي بديه العادي ده حلو جدا 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 هيقبه كله فقاعات من دي هيقبه كله هيقبه في نفس الوقت هش وتحفة بس هيقبه كله مفرغ فقاعات من دي فلازم بيجد تهبدي انت وانت بتهبدي الصاج على الارض كويس جدا هتلاقي القليط بيطلع فقاعات بصوا اللي ارتفاع بصوا جميل الكيك وطراو طبين جدا طبعا في ايدي الارتفاع بتاع الكيك شفتوا عالي قد ايه لازم تهبدي الصاج لو ما هبتيش الصاج هنحط فوتا كده على الارض على البلاط وتهبدي الصاج هقولك ايه شيلي وارزعي فيه لغاية لما كله فقاعات الهواء اللي جواه تخرج لان الكيك الطريقة ديت في الكيك البيتي غير الطريقة اللي كنا بنفس البيع المكونات السايلة على الجفة بصوا بقى الكيك تحفة ازاي وارتفاعه تحفة ازاي عايز اوريلك قد ايه هو هش وبصوا الصوت اللي بيعملوا ركزوا معي بقى قد ايه كيك هش وتحفة بس لازم تهبدي الصاج هنا حطيت كوبايتين لبن نص كوبايت سكر وهحطهم يتضربوا كده يضبوا نص دوبة في العجان وبعد كده حط عليهم كوبايتين كريم شانتي ومعلقتين كوبار باستر كريم واسيبهم يتضربوا حلو جدا لغاية ما يدونا قوام عالي زي ما احنا شايفين كده عايزة اقول لكم ان الكيك نفسه طريقة الكيك ديت السايلة اللي هو 30 في 40 لل4 بدوت دول ممكن نعملهم في صنية اه اثنين وعشرين اه ممكن نعملهم في اثنين وعشرين لو في اثنين وعشرين هتدينا 4 طبقات karışلو تدينا 5 طبقات كانو في اثنين وعشرين هتدينا 4 طبقات لو في عشرين هتدينا 6 طبقات بس ما افضلهاش يعني افضل ان هي تتعمل في اوربعة وعشرين ستة وعشرين هتدينا 3 طبقات حلوين و رو 28 برضا هتدينا 3 طبقات يعني الخليط ده اللي اربع بدات يتعامل في اتنين وعشرين خمس طبقات اربع وعشرين اربع طبقات ستة وعشرين ثلاث طبقات ثمانية وعشرين ثلاث طبقات والصينية تتهبت تهبيد يعني بتخبطيها كده خبطتين على الرخامة عادي خالص مش بتخبطيها جيمد يعني غير الصوج الصوج لازم يتخبط جيمد لانه بيقبخفيف وبيقبخفف وبيقبخفف واسعة فلازم الفراغات دي تتسيس نية البسبوسة كده واللي الكيك هي طلع عمليان في قاعد هوا زي ما انتوا شفتوا بصوا انا الاول حطيت طبعا قطعة كريمة كده على البرد وبعد كده حطيت الكيك وبعد كده سيئت الكيك بخليط التسقيل اللي هو جناش مخففها بمية وبعد كده حطيت طبقة الكيك وحطيت عليها طبقة الكريمة طبقة شوكلة شيبس ستور شوكولاتة وحطيت الطبقة التانية والطبقة التالتة وهكذا تخلصت كل الطبقات بنفس الطريقة دي وبعد كده ايه احط الطبقة الاخيرة بصوا اهي طبقة الاخيرة طبعا الجزء اللي انا ورته لكم بس ده اللي كان فيه فقعات لاني بجد يعني ما هبتش السوق زي ما انا قلتلكم هبتو اه بس مش للدرجة قلت يعني مش هيحصل حاجة لا لقيتو فيه فقعاتين دول لكن حتى بقيت الكيك لما شفته انا حطه ما كانش فيه لاني طبعا اخدت بالي فعشان كده النقط اللي انا بقع فيها او الغلطات اللي بقع فيها بقولكم عليها عشان انتو ما تقعوش فيها زي ما انتو شايفين كده اجلس بقى الطرطية طبعا قلنا الكريمة اللي بتبقى مننا بعدا ما حاشينا بنضربها ضربتين حلوين كده باللسباتيولا وبعدين بنرجع نجلس بيها لو لقيت الكريمة سيحة عبالة مانتي حاشيتي الطرطية لو لقيت جدي تجلس لقيت الكريمة سيحة قوي لا ما تشتغلش بيها قوي تشتغل بيها وقوي تزوديها كريم شنطي هنعمل يا ناخد الطرطية بعدا ما حاشينا نحطها في الفليزر وناخد الكريمة نحطها في التلاجة او هتحطها في الفليزر نحط الكريمة في التلاجة نسيبها نص ساعة كده ولا حاجة وبعد كده نرجع نضربها بالمعلقة باللسباتيولا يعني او بالعجان او بالمضرب هتدينا قوام تقيل لان هي بتبسيحة لان درجة الحرارة عالية جدا درجة الحرارة دي ما يشتغلش فيها طرط من غير تكييف الا بجد بجد البطل يعني بجد يعني حاجة صعبة جدا عايز اقول لك حتى لو فتحت المروحة وانت شغلت الطرط دي مش هتفيدك بأي حاجة دي بالعكس هتبوز لك الطرط المروحة بتبوز الكريمة الهواء لما بيجيها الكريمة بيعملها يعني مش بيفيدها ولا حاجة لأ يا تكييف يا تشتغل الصبح بدريابي الليل خالص يا اما تشتغل زي ما بقولك اي حبة كريمة نحطهم في التلاجة لغاية لما نخلص خلصتها طبعا وجلستها زي ما انتو شايفين وكل حاجة دقلتها بقى الفريزر نسط ساعة تشد وبعد كده جبت جنيش وروحت جاية ايه صبوه على الترطية اول حاجة بنصبه على الجنيب ما بنصبش على الوش بصو انا صبتها على الجنيب دير ميدوري الاول علشان الجنيب كلها تقبى حاجة واحدة ما تقباش فيها تسييل كده نازل من الجنيش ولا حاجة وبعد كده الوش بنكمله عايزي خالص باخد من اللي وقع ده وبكمل الوش مش ريحصل اي حاجة لكن بصتوا الجنيب كلها بتلمع وكلها ما فعاش اي فراغات ولا حاجات من سييلة عليها ولا اي حاجة بنضف البرد زي ما انتو شفته بنضفه بالمعلقة كده الاول لغاية انا منزل كل الجنيش اللي على البرد وبعد كده بنضفه بمنادي المطبخ وبادقله الفريزر يشد وبعد كده بطلعه ده ملد بتاع اللي هو بيبكر له كده حاجة واحدة بيبكر له كده قالب واحد صبيت طبعا عليه شوكولاتة بالحليب انا بستعمل سماء بالحليب وبعد كده ايه بعد اما جمت في الفليتر طلعته وجبت سكينة سخنتها كده على النار مباشرة على البوتوجيز يعني واقسمه مسلسات زي ما انتو شايفين كده مسلس مسلس لغاية لما وصل لاخر الملد يعني عشان جيت المسلسات هنزين بيها الطرطوية بتاعتي اهو بصوا بقسمه ازاي انا كنت بحسب ان انا الكاميرا موضحة وانا بقسم بستلات مش موضحة اهو بصوا السمتوم كده كلهم اهو بصوا بتمشي السكينة طبعا السكينة سخنة والشوكولاتة مجمدة فبتسيح بمنته السورة اهي اهي السمتوم كلهم مسلسات وفضل ترقط عالية احنا شايفين كده بعد ما السمتوم مسلسات ابتديت بقى قدهنهم بالضسط الدهبي كده علشان بس نكسر اللون لان الترطاية كلها شوكولاتة في شوكولاتة فده انت المسلسات جيد بس كده بالضسط الدهبي وحطيت قلبين كده من اللي هم بصبوهم في الترطاة بتاعة السابلي وحطيت هنا البارات بتاعة الشوكولاتة دي برضو في المولد السيليكون برضو دهنتها بالضسط الدهبي وهنا دي ات أوراق الشجر برضو بالشوكولاتات بعد ما حطيتها كده جيدة حطت التوكس لقيتها ايه المكان مش هينفع رحت شلتها وحطيتها على جنب كده وحطيت جنبها اتنين من بارات الشوكولاتة لو خدتوا بالكم انا شلت الترطاية ودخلتها الفليزر لاني لقيت الشوكولاتات بتاعة التترة فطبعا هاتسيح الجو حر جدا فدخلتها الفليزر وبعد كده طلعتها حطيت كتبت عليها هابي بيرس دي محمد وزي ما العميلة كانت عايزة يعني وحطيت هنا في الجزء ده بصو دي قلوب قلوب الشوكولاتة برضو بصبها في مولد سيليكون لقيت الجزء ده واتفاضي كده فمليته بالقلوب بتاعة الشوكولاتة او زي ما احنا شايفين وكتبت طبعا بالمولد السيليكون هابي بيرس دي فور محمد كانت هي عايزة الكتابة كده يعني عملتها برضو لو انتها بالضسط الدهبي علشان بس ايه يبقى في تغيير كده شوية يبقى مش كله بني قافل مع ان التورتوية الجناش نفسه معمول بشوكولاتة درك طبعا والتزين كله بشوكولاتة بالحليف فطبعا هيبين جمال الشوكولاتات اللي محتوطة عليها لكن لو عملنا التزين بدرك والجناش بدرك هتبقى مش حلو وكمان الدرك مش طعمه لذيذ زيد بالحليف زي ما احنا شايفين كده حطيت بقى معلقتين شوكولاتة من هنا دلوقتي حطيت واحدتين كريز هشيلهم تاني لان هحط بدلهم اتنين فرور روشية لقيت ان الشكل هيبقى احلى بكتير الاتنين فرور روشية دهبي كده عايدوا يعني زي ما بيقولوا كده عاينطقوا التورتاية حطيت بقى كريزبات كده دهبي يعني انا بحاول اقصر اللون بحيث ان ما تقباش كلها بني خالص عملت لونت الشوكولاتات بالدست وحطيت الكريزبات الدهبي وحطيت التويكس فيها دهبي وحطيت كمان هحط فرور روشية والتويكس كانت فيها كتابة حمرة فحطت لها بصوا انا عايز اقرركم الفرور روشية جايلي والله العلبة لسه شريها كنت جايلي اللزق بتاعها اللزق اللي بيلزق القب نفسه الورقة القب كيك في الفرور روشية مخلوع من بعض وسايح يعني اللزق سايح من شدة الحرورة فهضطر الزقب بمصدس الشامع كده وحط عليه بقى الفرور روشية عشان تمسك علشان ما تتنطرش يعني من على التورطاية يبال الورقة هي اللي لزقة في التورطاية والشوكولاتاية متشيلة انا بوري لكم قد ايه الجوحر قد ايه الجوحر تورطاية زيديت لازم تخش الفليزر او لما تتجلز لازم تخش الفليزر او لما تتحط عليها الجنيش لازم تخش الفليزر بين كل رصة شوكولاتا وشوكولاتا لازم تخش الفليزر بعد اما تتزين وكتبه كلها تمام نص ساعة الاقل قبل اما تتسلم للعميل ايه واي تتسلميها وانت لست عاملها هتبضى يعطي تعبك وشغلك عالفودي لانها توصلوا بايزة هتوصلوا اكيد يعني كلها سايحة وحلتها زيفت حطيت بقى الفرور روشية احط الكريز واحدة هنا وواحدة هنا وحطيت الفرور روشية انا حطيت كريز ليه لان التوكس عليها اكتبه بالاحمر في حبيتي يبقى فيه ماتشنجي كده في الالوان وده كان شكل الترطية بتاعي النهائي يارب يكون طريقتها سهلة وبسيطة ويارب يكون يعني الفينش بتاعها عجبكم ويكون طريقة التزيين حلوة حطيت واحدة كريز هنا كمان وده كان شكل الترطية بصدق اي رأيكم فيها بقى جميلة جدا بجد عجبت العميلة قوي 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 وكانت طايرة بيها من الفرح عجبني شكلها جدا يعني الحمد لله كلما بعمل تصميم ترطة كده في دماغي وبنفزه بيعجبني جدا وبيطلع شكله حلو فانتو كمان قوليلي في الكومنتات اي رأيكم في طريقة التزيين بتاعتي بتاعجبكم ولا لأ ولو عايزين اي طرق تانية او عايزين اي حاجات تانية تخص الترطة او الحلويات او حتى الاكلات اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعمل لكم لها فيديو ان شاء الله وده كان شكل الترطة النهاردة يارب يكون عجبكم لا تنسوا لايك وشيروا سبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد عايز اقول لكم ان الترطية دي طبعا السؤال اللي بتستنوه والاجابة اللي بتستنوه كل مرة دي طلعتها ب350 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته